السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ أمين عبدالحسيب الدريقة هنتعرف النهارد إن شاء الله على الدرس التالت بعنوان أنظمة التشغيل Operating System ايه هي أنظمة التشغيل؟ ايه هي الأمثلة بتاعت أنظمة التشغيل؟ طيب ايه هي الواجهة الافتتاحية لسطح المكتب؟ أول حاجة هنتعرف عليها ايه هو نظام التشغيل؟ بقول نظام التشغيل عبارة عن الواجهة بين المستخدم والبرمجيات يعني ايه؟ بص كده عاية أنت عندك على الموبايل بتاعها مش في نظام تشغيل؟ يعني إيه نظام تشغيل؟ النظام المسؤول عن تشغيل جهاز الكمبيوتر النظام المسؤول عن تشغيل الموبايل أنت أول ما بتفتح الموبايل لو كنت جاف له نهائي هتبص لكلمة اندرويد مسا أو أو اس اللي هو حق بتاع شركة اابد أو ويندوز على الكمبيوتر صح كده؟ طيب لو حاجة من دولي مش موجودة يعني لو الويندوز في مشكلة على الكمبيوتر هل هتقدر تفتح الجهاز؟ لا هتقدر تلعب هتقدر تسمع الحية هتقدر تتخانية؟ لا طيب لو الاندرويد عندك على الموبايل في مشكلة هتقدر تلعب هتقدر الحية؟ لا يبقى إذن ده النظام هو المسؤول عن إيه؟ إدارة وتشغيل جميع البرمجيات والمكونات المادية تمام كده؟ طبعا في عندي أمثلة كثيرة زي ما هنشوف دلوقتي هنا مثلا ده اللي هو ويندوز ده برضو ويندوز في عندي الاي او اس اللي هو بتاع شركة ابل في عندي اللينيكس ده نوع من أنواع أنظمة التشغيل الخاصة في الأجهزة الكمبيوتر الاندرويد طبعا يكون نعم فيه طيب هنا زي ما هنقول للوقتي إن نظام التشغيل وهنا بيقولها مسؤول عن إيه؟ إدارة المكونات المادية يعني مكون مادي يعني أي حاجة تقدر أن انت تمسكها بإيده يعني هو المسؤول عن أن انت يعرض على الشاشة الفيديوهات أو كده طب هو أنت لو الويندوز بايز أو مش فيه مشكلة هل هيفتح؟ لا هليشتغل على الشاشة لا طبعا إن هو المسؤول عن أن انت تشوف تتأكد من التوصيل بتاع إيه؟ ووحدة الإدخال زي الفورة والوحدة المفاتيح الطابعة أنت هتشتغل من عليه القرص الصلب أو وحدة النظام طيب هو برضو المسؤول عن تشغيل إيه؟ البرمجيات لهي أي برنامج أو أي تطبيق وبالتالي نظام التشغيل يقوم بإدارة المكونات المادية والبرمجية الكمبيوتر أصلا عبارة عن جزء إيه؟ مكونات مادية مادية يعني أي حاجة ملموسة في الكمبيوتر أي حاجة تقدر تمسكها في الكمبيوتر الموز الشاشة الكيسة الطبع السماع المايكروفون ده كل وحدات مادية ملموسة أو غير مادية اللي إحنا بنسميها البرمجيات يعني إيه؟ أي تطبيقات جوالكم بيوتر برنامجي الرسال برنامجي حسبة آآ برنامجي الفيسبوك برنامجي الواتس برنامج أي فهم من ذلك تقدر تمسكوه؟ لأ يبقى إذن ده اسمه إيه؟ برمجيات يبقى إذن نظام التشغيل هو المسؤول عن إدارة المكونات المادية الحاجة الملموسة والبرمجية تمام كده؟ طيب ندخل على أهم الوظائف إيه؟ إيه؟ إيه الوظائف اللي بيجون بيها النظام التشغيل جمع هنا الكتاب عندي فيه الخمسة أدوات دول رقم واحد واجهة المستخدم إنت لو فتحت الكمبيوتر أو الموبايل مش أول ما بتفتحها كده بتلاقي فيه آيكونات جدامك وحاجة زي كده بتضغط عليها عشان تختل اللي أنت عاوزه سطح المكتب برضو عندك على الكمبيوتر مش بتضغط عشان تفتح ماي كمبيوتر أو تضغط على الفيديو أو تضغط على البرنامج اه هيا ديت الواجهة بتاع المستخدم وهو المسؤول عن إيه؟ التشغيل اللي هادت دي عشان يقدر نحن ندير العملية دي طيب إدارة الزاكرة لو أنت فيه مشكلة في نظام التشغيل بتاعك هل هتعرف الزاكرة بتاعتك فضية؟ الزاكرة ممتلة ألكان ده كله؟ لا الموبايل مكفوه بغاية مش راضي يشتغل النظام التشغيل هو واجه لنقدر نعرف الزاكرة بتاعتها هل أقدر أحط عليها برنامج أشيل برنامج كم من إدارة نظام الملفات تعمل نسخ للملفات تحذف ملفات تشيل كم ده كلهم إدارة المكونات المادية زي ما قلنا من شوية المكونات المادية اللي هي كل المكونات اللي تقدر تركب في كومتر هركب لاش هركب كيبورد ماوس كامرة سماعة كم ده كلهم طيب الأمن والحماية طبعا الأمن والحماية ديت من ضمن البرمجيات اللي هو البرامج مثلا بتاعت الأندفيروس اللي احنا بنحطها فيها عندي الجدار الناري الفيروول الكام ده كله اللي هي الموجودة في أنظمة التشغيل driven يبقى أهم الوظيف اللي بيقوم بها نظام التشغيل وجهة إدارة وجهات المستخدمة، إدارة الذاكرة، إدارة نظام الملفات، إدارة المكونات المادية ادارة البرمجيات اللي هو سماها عندي هنا الايه الامن والحماية تمام يبقى خمس انواع من الادارة اللي هو عبارة عن بدير الادوات دخولها طيب ندخل بعديها على الامثلة بتاعتي قبل ما نقول امثلة بقول لي هنا تعد انظمة التشغيل ضرورية لتشغيله ادارة الايه الاجهزة سواء الالكترونية او اجهزة الذكية الحديثة يعني ايه يعني احنا زي ما اتفاجنا في الاول انت لو نظام التشغيل الويندوز او ايا كان اسمه الاندرويد او زي ما هنتكلم على الانواع التاني لو في مشكله عندك على الكمبيوتر هلا هتقدر تفتحى الكمبيوتر لأ طيب انت عارف البلايستيشن وعارف الالعاب والحادة دي كلها والساعة الالكترونية وكم ده كله ما هديه كل هاتها برضو ايه هي نظام تشغيل الغسالة ايه هي نظام تشغيل صح وبالتالي النظام التشغيل ده هو المسؤول او الضروري لتشغيل سواء الاجهزة الالكترونية والاجهزة الذكية الحديثة يعني كده طيب هنبدأ نتكلم على الامثلة على الاجهزة اول حاجة هنتكلم على اجهزة الكم او البي سي البرسنال كمبيوتر طيب ايه هي الامثلة بتاعتي انا عندي تلت من اشهر تلت انواع اللي هو رقم واحد ويندوز وده من انتاج شركة ماكروسوف اللي احنا دايما لما نيجي نقول نظام تشغيل الناس بتقول ويندوز بس مش هو النظام الوحيد فيه الماك او اس ده بتاع شركة الابل تفاحة وفيه عندي كمان اللينكس وإله توزعات كثيرة زي الفيدورة وغيرها طيب بجين بص كده ايه ده عندي سواء الكمبيوتر بجا كان الكمبيوتر عادي كمبيوتر ضء محمول تمام كده بجي ا شوف ايه ده كده التطور بتاع شركة ايه ويندوز ماكروسوفت او ماكروسوفت ويندوز مية ديت اللي هي ويندوز او او ثلاثة واحد وستخزتيخ 35arme او وكامتي دي كيد انواع ايه الانواع ايه بصدارات الويندوز طيب في عندي هنا كمان ادي الماك الماك او اس اللي هو التفاحة او شركة ابل مacter تاعة بيكون مختلف تماما عن شكل ايه الويندوز تمام كده طيب في عندي الينيكس تيات الينيكس بتاعي. فيه من بتوزعات كتير زي ما التفاجئ. طيب الايهزة المحمولة اللي هو يقصد بها الموبايلات والتاب والكلم ده كله. كمام? طيب هنا الموبايل ديفايسز. تعتمد اللي هو على انظمة زي من الاي او اس بتاع شركة ايه? الاب. ده اللي هو بتاع ايو اس. في عندي نظام الاندرويد بتاع شركة جوجل. في عندي كمان انظمة تانية زي مسلا نظام التشغيل اللي انا جايبه ده. اللي هو نظام بتاع مايكروسوفت. ساي توويندوز كده ويندوز كده. ويندوز ويندوز برجو يلها فيه الانظمة التشغيل المحمولة الموجودة عندي. يبنا عندي. لما ارجع كده ده بساطة اقول لي هيجي ايه? في اللي منجحان سؤال زي ايه يعني؟ معلشي. هيجي اقول له جهاز الكمبيوتر. من انظمة الانظمة تشغيل المسؤولة عندي تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخص. Gonna عندي ليندوز. عندي الماك. عندي هيجي يقول لي طيب ان انظمة التشغيل المسؤولة عن تشغيل ايه لاجهزة محمولة اي او اس نظام التشغيل اندرويد في انظمة اخرى طبعا انظمة اخرى هيجي يقول لي اك ميكروسوف اطلعا دي انا اللي جابها زيادة طيب لما نيجي هنا تالقت حاجة الايزة الخوادم ايه هيو الخوادم دي او السيرفر بص الخادم او السيرفر دي اجهزة مسؤولة عن تشغيل الشبكات بتاعة الانترنت علشان كده انت لو او دخلت دلوقتي من الموبايل بتاعك بتصفل الانت وادخل على بوجل كرون مساء هتدص يقول لك ايه سيرفر نوت فاوند يعني الموقع اللي موجود عليه الخادم ده الموقع اللي متخزن هنا في الخادم غير موجود حاليا ايوه انت مش عندك انترنت يبقى السيرفر ده عبارة عن ايه الخادم او المواقع او الحياة البيانات اللي احنا بنشوفها عليك انت بتقولي ام بشوف ايه صور او شايف فيديو او شايف مش عارف ايه على اليوتيوب او ايو ايو دي متخزن فين متخزن على اجهزة اسمها اجهزة الايه السيرفر او الخوائده طيب هنا طبعا بتستخدم النظام تشغيل اسمه لينيكس ويلو توزعات كتيرة ايه دي كلها توزعات توزعات يعني اصدارات تانية كده يعني زي مثلا اشهر اصدار اليهم اللي هو الفيدور ده في عندي كمان طبعا من مايكروسوفت حطا الها ايه ويندوز بس اسمه ويندوز سيرفر يبقى الويندوز بتاع نظام التشغيل العادي بتاع الكمبيوتر اللي احنا بنستغل عليه او اللابتوب اسمه ويندوز بس ميكروسوفت ويندوز لكن اللي هو الخاص بالخوادم لازم اضيفه كلمة ايه سيرفر اللينيكس قلناه برضو موجود فيه الجهاز البي سي او الجهاز الشخصي وموجود في الخوادم اسمه لينكس بس عشان له توزيعات طبعا ايه مختلفة وفيه انظمة ايه تانية مختلفة اه دي بتاع ميكروسوفت هو اللي هو اسمه ويندوز سيرفر اه ده التوزيع عادي مش مشكلة طيب وحدات تحكم في الالعاب الالعاب اللي انت بتلعب انت بتلعب ايه اكس بوكس بتلعب بلستشن ايه ايه لهم نظام تشغيل الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ اه فين نيتو سويتش برضو ديات ايه ايه نظام تشغيل بوس كده ادي هنا عندي هوات الاكس بوكس ايه له برضو نظام تشغيل امال هيشتغل ازاي؟ يعني هضغط على الكهرباء هيشتغل ايه لا لازم يكون فيه نظام تشغيل اللي هو بيحمل ويديك المظهر بتاعه اللي هو اول ما يبدأ يشتغل حتى بنقول الجهاز بيحمل او جهاز بيشتغل يعني هو بيحمل طيب هنا ده برضو ده بلستشن بس ده بلستشن محمول بورتابل نعم ده جهاز بلستشن بس بلستشن محمول بورتابل وفيه واحد تاني اللي هو ازاي اللي انت عارفينه اول ده اللي ايه اجهزة بلستشن برضو نفس الحكاية ان انتو ديت هيت انتو سويتش خيب فيه اجهزة التلفزيون التلفزيون الزكي اللي هي السمارت 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 هنا برضو اجهزة بتشتغل بيه الاندرويد يعني انت فيه اجهزة اللي هي برضو بكون مدمش فيها برامج وتطبيقات وكلام من ده ويه التزن ويه الويب او اس طبعا في الامتحان هيجي يقول لي هنا طبعا دي وحدات الالعام بتحكم ديت انظمة ديت ايه تبع الانظمة طيب هنا هيجي يقول لي انظمة التشغيل المسؤولة عام مثلا تشغيل التلفزيون الزكي اندرويد بس اندرويد ايه بي في لان اندرويد بس يبادى اللي هو الايه المحمولة طيب ايه تزن ويب او اس اه ادي طبعا هنا ديت اللي هي لحنا نقول عليها الاندرويد اهوة ديت تطبيقات اهيات ويقدر يشغل يوتيوب يقدر يشغل فيسبوك يقدر يشغل بعض البرامج كلام ده تزن اهيات اهيات برضو ايه بيشتغل على اكتر من هاجر بس احنا بتكلم على التلفزيون الويب او اس اهوة بعض التطبيقات بيشتغل عليها طيب في عند الاجهازة بقابل الارتداء اللي هي بتتبس في الايد ديت زي الساعات الزكية مسلا او الساعات اللي هي بتتتبع الجاري والمضد والحركة والتنفس وكام ده كله بتاعت الناس بتاعت اللي يقع وكام ده كله ديت مسلا اهيات زكية سمارت اهيات طبعا وفي هنا واحدة تتخيص اهيات وحيات زي كده ودريت حرارة وكده طيب فيه عندي اللي هي الاجهازة بتاعت تطبيق اليقاء البدنية اهوات معدلات اهيات النبط وكام ده كله طبعا بتختلف من ايه من شكل لشكل عايد مفيش مشكلة طيب فيه عندي اجهزة الشبكة ايه اجهزة الشبكة انا عندي اعشار اجهزين موجودين على الشبكة اللي هو الروتر و switch الروتر ده اللي هو بيجي معايا اللي هو هو يكون في جنب التليفون او سلك التليفون اللي انا بخض منه الانترنت طيب لو انا عندي عاوز اوزع لناس فبيجيب المحولات او الاسويتش عشان يبقى ايه نظام وصل كده وصلة عشان ياخد من الراوتر ادي الاسويتش ويبدأ ايه يحاول ادي هنا عندي ادي الراوتر ادي الراوتر بيكون بالشكل ده كده وهنا المنافذ بتاعته او المخارج بتاعته تمام طيب في عندي كمان اللي هو ادي الاسويتش عشان يبدأ يوزع بياخد هنا من الراوتر ويبدأ في الخنادية ويبدأ دية الايه اللي ياخد بجاة ايه لاجهزة الكمبيوتر بكلام داقاتي طيب رقم تمانية عندي عشرة امسانة بيقولي فيه برضو اللي هي اللي هي الانظمة التشغيل بتستخدم فيه السيارات والمركبات الحديثة والصراف وكم دو كده انظمة السيارات في عند انظمة السيارات اللي هي المتطورة او اللي نسميها السيارات الذكية تمام؟ اللي هي بتكون عشان التناميات بتسايل من اللي راحة او عشان ياخد باله من الملاحة او ان هو يمشي والطريق ولا تازدها فيها هواي فاي بتيانة هي بتشتغيل الرحه تقنية عليه تمام؟ دي هات كده هيت السيارات اللي نسميها السيارات الذكية او المركبات الحديثة طبعا مش فيها نقطة يعني المؤمن، بس ممكن ان질 حد أصابها يمكن استخدام انظمة تشغيل في المركبات او في السيارات او كده او انظمة المدمجة اللي هي زي اجهزة الصراف الالي ايو اللي هي ديت بتشتغل ازاي ما فعل نظام تشغيل يعني الاجهزة اللي هي الاتم اللي موجودة في البنوك ديه فها نظام تشغيل وانت السبعة تجريبا الموجود دلوقتي في عندي كمان ادي اتم هي بشكل تاني في عندي كمان اللي هي محطات نقاط البيع عارف انت لما تروح للمحل في السوبر ماركت كده ااا خد الفيزا وعاوز اشتري مش عارف ايه واخسم ادفع لي فاتورة الموبايل ادفع لي مش عارف الكامده كله بس هنا الفكرة كلها ان ادفع بس هو مش هياخد منك فلوس يعني هي ديت طبعا انت بتشتغل علىها عطول بتقول له شحين لي وكلام مندي اه بس هو المقصود هنا عندي في محطات البو اس دي ان انت تحط هنا اللي هي ايه كارت الفيزا يعني ان انت هتتعامل بالايه بالفيزا مش ان انت هتتعامل نقدي بتقوله ادفع لي الفاتورة وتفعل كم من ده وتدي له فلوس ده اول مكسود بها هنا في الانظمة المدمجة ان انا حط هنا الفيزا واعمل بالفيزا تمام ودي برضو نوع من الانواع مبطوره دي كده الانظمة المدمجة عندي رقم 10 انظمة التحقق الصناعية اللي هو بتستخدم في المصانع خاصة في الاماكن اللي بيبغفها الانيخيات والتقنية والمواد الكيميوية طبعاً تستخدم في اي باجك انظمة الصناعية رقم واحد ضبط ومراقبة سر العمليات الصناعية هنا بجده يشوف ايه العملية بحيث ان هو يقدر يحكم الاعمالية بحيث ايه يعمل زيادة امتاجاته طيب رقم اثنين وده هنا برضو في بعض المواصلات توفيق بيئة امنة طبعا عشان خاطر ان هو ما يتعرضش للمخاطر وبالتالي ان انا لما بشغل التكنولوجيا تبقى هنا يعني تحمي الايه البشر من المخاطر الموجودة خاصة في النفات النواية وكما طيب رقم ثلاثة تصدر في غالبية قطاع الصناعة في المجال الوقود والمطاقة وكام ده كله طبعا بشكل كبير جدا ايه موضود وبالتالي كل الالات وكل الحادية تدر من خلال ايه من خلال السيستم اللي هو خلال اوبرياتي السيستم او انظمة التشغيل بتاعتي طيب هنا عنتاج الاخر جزئية معنا الشاشة الافتتاحية لنظام التشغيل ايا كان نظام التشغيل طبعا احنا بنتكلم بجا على لانيكس الى ويندوز بنتكلم هنا على الاو اس بتاع شركة ابل ايا كان نظام التشغيل في ايا كان 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 له ثلاث مكونات رقم واحد اللي هو خلفية اللي هي الخلفية طبعا ممكن تكون عبارة عن صورة او لون رقم واحد الخلفية اللي احنا بنسميها الديسكتوب تمام دي هي بتكون عبارة عن لون او صورة طيب رقم اتنين الايكون او اللي هي الرموز او المصفرات اللي هي الحياة اللي توبة زي دي كده او زي دية اللي هي الايكونة بتاعة مايكمبيوتر ايكونة البرنامج بتاع الانترنت ايكونة مش عارف البرنامج بتاع ايه ده اسمها ايكون اللي هي عبارة عن رموز تمام كده الرمز ده عبارة عن ايه؟ عن البرنامج اللي انت مصفه طبعا ممكن نبص هنا كده لو بسط على البرامج اللي هنا ديه غير البرامج ده هنا غير البرامج ده هنا انا منزل البرامج انت منزل البرامج فاديات ايه؟ مش مشكلة طيب اخر حاجة الاشرطة او الparse اه ادي هنا فيه في الـ OX فيه الشريط بيكون هنا في عندي في الـ Linux الشريط بيكون في الجانب كده هنا في عندي في الـ Windows بيكون الشريط بتاحت كده اللي هو بيكون عليه الواجد والتاريخ وكلمة start او الرمز بتاعها اللي هو بالشكل ده طيب يبقى هنا عندي كده سطح المكتب لقم واحد اللي هو الـ Desktop وده بيكون عبارة عن خلفية عبارة عن صورة او لون انت اللي بتحدده من نفس اهل زي دي كده مثلا ادي ادي خلفية هيت بتاحت الـ Windows عشرة ادي الـ Icons هيت ادي اللي هو الشريط او الparse اللي احنا بنقول عليه اللي هو عليه اهم حاجة اللي هو الواجد والتاريخ طبعا طبعا لما يتبع عرب او يتبع اي احنا بنجيز نحن الشمال رقم اتنين زي ما قلنا هيضيها برضو التوزيع الثانية ادي الشريط بيكون فيه جهود الـ Linux وده الايكون بتاعتي مجموعة الرموز ايكون اللي احنا رجلنا عليها هي ذا ديت وبتختلف طبعا من ايه من جهاز الكمبيوتر لجهاز على حسب كل واحد رقم ثلاثة عشرة او الparse اللي هي تحتوي على الايكونات البراموز او اللي هي بنسميها الرموز او الترميزات البرمجية يعني لما بتيجي تظهر كده اه ديت ما حطوط عليها اول مثلا برنامج اهوت ايكونات مثلا الانترنت اكسي بلورة اي ان كان البرنامج دي انت بثبته تحت عشان تضغط عليه يفتح معاك يوبا هنا بيقول اللي بيحتوي على ايكونات اللي هي بترمز نوز بالاضافة الى اعدادات النظام مثل التاريخ والوجد واعدادات الصوت اللي انت بتشغل الصوت والشبكة اللي هي بتوبا شكل كده الجهاز الكمبيوتر او الشاشة او بتوبا شكل السلم لو انت بشغل ايه جهاز الكمبيوتر تمام كده بالتوفيق ونجاحي شباب اتمنى اذا عارتكم الفيديو ومتقلش عنا بالاعجاب اشترك معنا في القناة افعيل زر جرس لسلسك منا كل جديد انتظرونا باذن الله في الدرس الرابع تسبية وازالة البرامج انتظرونا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته